ناقش محافظ محافظة تعزنبي الشمسان مع مديرة المجلس النرويجي للاجئين في بلادنا مريم خان أوضع عدد من المشاريع التنموية وأهمها استكمال مشروع مياه الضباب وتزويد المدينة بالمياه وخلال لقاء شهد المحافظ شمسان بتدخلات المجلس النرويجي والمشاريع التي تواكب خطة المحافظة التنموية المستدامة وخصوصا المشاريع التي تخدم المواطنين في مجال المياه والصحة وهمها مشروع الضباب وكذلك الشبكة الناقلة إلى خزانات المؤسسة وتزويد المدينة بالمياه من جانبها قدمت مديرة المجلس النرويجي شرحا عن مراحل إنجاز مشروع مياه آبار الضباب بالشراكة بين المجلس ومنظمة يوكسفام والذي يتمثل بتأهيل ثلاث آبار وتنفيذ الخط الناقل بطول 3500 متر من الآبار إلى خزانات المؤسسة وبتكلفة بلغت ثلاثة ملايين دولار حيث يعد المشروع في مرحلته النائية تمهيدا للبدء بعملية ضخ المياه اشتركوا في القناة